دور وسائل الإعلام في تنمية الوعي الأمني لدى المواطن في هذا السياق نحن اليوم هنا من أجل تقييم نشاطات مصالحنا وتزويدكم بالإحصائيات المسجلة خلال سنة 2019 لنشاطات المصالح العملياتية لأمن الولاية سواء المتعلقة بالشرطة القضائية أو الأمن العمومي أو الشرطة العامة والتنظيم خلال سنة 2019 دائما تم معالجة 148 قضية تتعلق بالإتجار غير مشروع في المخدرات تورط فيها 207 شخص تم من خلالها حجز 34 كيلو من مادة الكيف المعالج 19 شجيرة القنب الهندي 6 ألف قرص من المؤثرات العقلية 1.4 غرام من مخدر الكوكاين تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات من أوروبا إلى الجزائر تتكون من 36 شخص ينحدرون من أربعة دول بالإضافة إلى جزائريين مع تزوير الملفات القاعدية لهذه المركبات العملية أسفرت عن حجز 31 مركبة نحن كل ما نجد فيه كيلو سيسبيت نفوته لعندنا سيني بارو شرشي ونبو لوكال نفوته على البرو نتعنا انتربول تم تسجيل على مستوى جميع فرق وفورو على الشرطة القضائية لأمن ولاية بيجايا سنة 2019 ما مجمعه 4,684 قضية لمختلف الجنايات والجنح سواء تعلقت بقضايا مساب الممتلكات أو مساس بالأشخاص قضايا اقتصادية قضايا المخدرات والجريمة الإلكترونية حيث تم إنجاز ومعالجة ما مجمعه 3,789 حيث بلغ عدد المتورطين 3,261 تم تفكيك وإيقاف عناصر شبكة متكونة من 8 أشخاص قاموا بسرقة 21 دراجة نارية عدد الجنح المرورية 6,87 عدد حالات سحب رخص سياقة 6,819 عدد حالات الوضع في الحاضرة الميزون فوريارة 95 حالة عدد حوادث المرور الجسمانية 406 عدد الغرامات الجزافية 17,316 محلات مشروبات الكحولية مراقبة 156 محل عدد اقتراحات الغلق لمحلات المشروبات 95 قرارات الغلق 25 نسجلوا حالات اختفاء الأطفال خاصة في البريود الزيقزامة تقال التلميذ ما يجيبش معدل المليح يهرب منطار للاختفاء وليس اختطاف دونك شجلنا 434 حالة فيه فساد فيه تبديد فيه تكون متابعة قضائية فيه تعليمات النيابة كيف كيف لكن بيحترم القانون دونك كين قضايا وراهي في العدالة احنا ما نقدرش نقول كاللافان تعفلان ولا لافان تعفلان ميسوا يسير باللي مكانش معلومات اللي تجي عندنا فيها فساد نخلوها دون استغلال قضايا الالكترونية ولا سيبر كريميناليتي شجلنا 74 بالمقارنة مع العام السابق عمنا 58 قضية الاشخاص المتورطين 56 فانا كذلك كين تزايد وللأسف الاشخاص يستعملون للفيسبوك كأنها لعب لكن في اكترية من الوقات يمسون بسمعة الاشخاص وبالطبع المضرور ولا ضحية هذه البيبليكاسيون هذه يجي ويديبوزي بلانت اوتوماتيكمو يلزم متابعة القضائية كل ما تكون مسيرة في المسارها الرئيسي نحن عملنا في الشوارع المحاذية لها والهدف دائما هي الحماية المتظاهرين وحماية المسارات لم نسجل أي شيء هكذا خطير ما عدا بعض الجرائم البسيطة مثل بعض سارقات البسيطة في بعض الأحيان نجد أشخاص اللي عندهم الأسلحة بيضاء أسلحة محضورة في بعض الأحيان استهلاك المخدرات ترجمة نانسي قنقر